مع العلم والعلماء نلتقي علماء من بلدي بعد قليل من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن مساء الخير على حضراتكم في كل مكان والقاء جديد وعالم جديد وعلماء من بلدي والحقيقة أنه ضف لقاءنا النهاردة هو أحد السادة الباحثين وعضو من أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي اعتمدت بحوثه النظرية والبحثية والتطبيقية على فوسيولوجيا الرياضة أسهم في سيكولوجيا التنافس لدى ذوي الاحتياجات الخاصة صاحب كفاءة عالية على المستويين التعليمي والبحثي أشرف وناقش وحكم العديد من الرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية منها والعربية أيضا على الجانب الإداري قام بإنشاء العديد من التجهيزات الرياضية فكان منها مدمار ألعاب القوة بمقر كليل تربية جامعة مدينة السادات بالإضافة أيضا للعديد من الأعمال المختلفة وأيضا بالإضافة لحصده للعديد من شهادات التقدير والتكريم داخل مصر وخارجها بيسعدنا بتواجده معنا النهاردة ضفنا العزيز أستاذ دكتور سعيد فاروق أستاذ فسيولوجيا الرياضة والتدريب قسم علوم الصحة الرياضية وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات والمستشار العلمي للأجهزة العلمية والبدنية وأجهزة القياس الفسيولوجية واللاعب الدولي بألعاب القوى صحيح كده؟ أهلا بحضرتك وخلينا نبدأ اللقاء مع حضرتك بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ومشاهدين رجعنا لكم مرة تانية والحقيقة ضيفي اللي برحب به مرة أخرى أستاذ دكتور سعيد فاروق وعلم التربية والرياضة كأحد فروع العلم والبحث العلمي يعني خلينا منضيفنا العزيز النهاردة وناخد كده من حضرتك قراءة سريعة فسيولوجيا الرياضة والتربية بصفة عامة أولا بسم الله الرحمن الرحيم برحب بوجودي معاكم النهاردة احنا سعداء والله والله احنا بأسعد فعلا يعني طبعا احنا بنتكلم فيه علم من العلوم احنا بناعتبرها علم حديث دلوقتي هو علم فسيولوجيا الرياضة أو باللغة العربية لو حبنا نترجم المصطلح اسم وظائف أعضاء الجهد البدني طبعا العلم دوا بيدرس كافة التغيرات الوظيفية والفسيولوجية لأجزة الجسم المختلفة نتيجة تأثير التدريب الرياضي والأحمال البدنية عليه يعني اختصارا احنا ما بنيجي نتكلم على النهاردة انا اقدر اعمل مجهود واحد بعد شهر اقدر اعمل مجهود كام؟ ثلاثة ايه التغيرات اللي طرقت عليها لعشان اعمل الثلاثة هي كلها عبارة عن تغيرات في الجهاز التنفسي والدوري والجهاز الاخراجي وغيره من الأجهزة الحيوية عشان تقدر تكافئ أو تعطي للإنسان أعباء لهذه الأجهزة الوظيفية عشان تغطي على الأحمال التدريبية اللي هو بيتلقى تمام؟ فده اللي بأساس التطور بقى أساس التطور في عملية التدريب ده اللي هو بنزود الفتنس بتاعنا أو اللياقة خاصة بينا مصطلح العلمي اسمه زيادة الأحمال التدريبية ده تحليق يعني ده علميا ولغويا علميا ولغويا فزيادة الحمل البدني بتتدرج زي حضرتك ما بتيجي تطلعي سلالم بتطلعي عمرك ما بتطلعي بمجهود بدني في البداية زي ما بتطلع للنهاية فده هو ده التأثير الوظيفي اللي بيبان على الإنسان نتيجة الكفاءة البدنية زي ما حضرتك ذكرتي لو كفاءته البدنية عالية بيقدر يطلع للسلم لآخر درجة بدون ما يحس بتعب إنما نرضى لو كفاءته مرخفضة هيطلع أول 3-4 درجات يبتدي حس به النهجان والتنفس السريع والعرق وغيره وضربات القلب العالية فده هو عبارة عن تغيرات وظيفية متجة عن المجهود البدني سحيح طيب خلينا نبدأ مع حضرتك كده بكالوريوس التربية الرياضية بجمعة حلوان وتأدير جيد جدا مع مرتبة الشرف رسائل ماجستير ودكتوراه في فلسفة التربية البدنية دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية والبدنية تمام يعني البداية كانت في المجال البحثي دي جت أو بدأت إزاي يا دكتور؟ في الحقيقة يعني لو بدأت يعني تحضيرك فكرتيني بالتنسيق بداية التنسيق أنا كنت في تجارة دخلت كل التجارة وحاولت من كل التجارة للتربية الرياضية لأن أنا أولي تمام فبالتالي كان المجال الأولى اللي دي الأولى بدراست بالزبط المجال ده أولى بأن أنا أكمل دراستي فيه آه فأنا بسط لها نظرة عملية أكتر أنا هتخرج من المجال ده هلاقي وظيفة أو عمل في تخصصي نعم والنهار ده ما هتخرج من التجارة قد يكون مش تخصصي نعم وأقعد أبحث عن أعمل فكان التوفيق يعني التربية الرياضية حضرتك تملك المهارة في هذا المجال يعني فكان التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أدخل هذا المجال وإن أنا على كفاءة بدنية عالية وإن أنا أقدرت إن أنا أقوم بممارسة المقررات العملية في الكلية وأتفوق وطلعت من الأوائل الكلية نعم وجبت الحمد لله تأدير وتعينت كمعيد آه فده كان بداية الرياضة مع الأكاديمي آه يعني دي 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 اللينك بتاع البحث العلمي بدأ من هنا نعم بدأت طبعا في رسالة الماجستير نعم الحمد لله كل مراحل تعليمي عدت بتفوق آه ومن كنت من أوائل آه بشكل دائم طب الاختيار الموضوع دي يا دكتور للبحث أو الموضوعات البحثية مش سهل اختيارها وبتبقى برضو معتمدة على حاجات كتير حضرتك اخترت الموضوع ده أنا أولا موضوعات البحثية كلها طبعا مرتبطة بالجهد البدني في الفيسيولوجي نعم أو بمجالات إيفنتات في ألعاب القوة نعم ودي كلها أنا مارستها وحسيت بيها وبمشاكلها نعم فدايما الباحث بيدور على المشكلة اللي هو حسس بيها أكتر ما تكون مشكلة عامة أنا حسيت بنفس المشكلة قبل ما درسها على المجتمع اللي أنا عملت عليه التجربة تمام فأنا كنت بشعر بعض المشاكل في مجال ربعمائة متر حواجز آه من ضمنها آخر مائة متر كلاعب بقى حبيب آه كلاعب آه تمام آخر مائة متر في الربعمائة متر آه دايما على طول كفاءة اللعيب مهما كانت عالية مجود ببذل بيقل آه بيقل تمام بتلاقيه دايما تحس إنه بيرجع لورا مش بيطلع لقدام دي حقيقة سنكذا سموها قاتلة الرجال ربعمائة متر يقاتلة الرجال آه والثمانمائة متر اللي هي المسابقة الأعلى منها اللي هي دورتين في التراج آه قاهرة الرجال آه إذا كان بي يعني بيتعب في الربعمائة متر يبقى أكيد الثمانمائة متر فالحقيقة آه بدأت أحط إيدي على بعض المشاكل فيها للقدرات البدنية نعم اللي بتميز بدنية ووظفية اللي هي الفسيولوجية يعني آه اللي بتلعيب الربعمائة متر لابد إنه يتميز بيها نعم ودأت أدرس وعملت طبعا سيرفي كامل على الموضوع وبدأت أحط إيدي على بعض العناصر البدنية اللي المفروض لاعب الربعمائة متر يعتمد عليها ودأت أدخلها في شكل إطار بحسي اللي هي في النهاية ألخصها في شكل بنطلق عليها بطارية زي بطارية العربية كده حاجة limited بتبدي طاقة معينة أنا حددت مجموعة اختبارات أقدر من خلال أتنبأ بمستوى الرقمي اللي هي بألعاب القوة ده على قدراته البدنية وعلى كفاءته الوظفية وده كانت فكرة بحسية بالفعل والحمد لله أخدت فيها موافقة وتأدير ونشر على نفقة الجامعة في مرحلة الماجستير انتقلنا بقى من الماجستير للدكتوراه في استكمال تخصص أكاديمي يعني نعم نعم بنبدأ دايما في المجال بتخصص عام نعم بتخصص عام اسمه التربية الرضية بعد كده نبتدي نتخصص فيه تخصصات علمية دقيقة التخصصات في السيلوجيا الرياضة فعملت رسالة الدكتوراه كان على استخدام دورات تدريبية صغرى وتأثيرها على مستوى التعب والاستشفاء لدى لعيبة الـ 800 والـ 1500 اللي هي المرحلة الأعلى في السباقات من الـ 800 بقى والـ 400 متر الـ 800 متر والـ 1500 مسافات أكبر في الأداء وفي نفس الوقت بنلاحظ فيها الانخفاض المجهود لدى اللاعب طبع في مرسته يعني حاجة تخيالي حضريك الأرقام العالمية ده الوقت في 800 متر احنا متكلم في دقيقة و حاجة و 40 ثانية لفتين حضريك تخيالي بيجريها الشخص في دقيقة و 41 أو 42 نعم وأعتقد أنها نزلت كمالي 39 في الدورة اللي فاتة دي بتاعة الأولمبياد دي أو 39 39 ثانية فده طبعا رقم أوه طبعا مزهل أوه طبعا فالرقم المزهل ده بيوضاهية طبعا احنا بتكلم بكلمك على مدرس أوروبية نعم بتتدرب تحت أشراف تدريبي وإمكانيات طبعا طبعا وغيره احنا ندهر اللعب المصري إزاي نطوره بردك نعم فبدأنا إن إحنا نحط إدينا ونركز جرعات التدريب على الدورات التدريبية الصغرى اللي هي الإسبوعية ونبتدي نقسله ونتتبع مستوى التعب والاستشفاء عنده بيحصل إزاي طب هو نتيجة حمل إيه مستوى نزل ونتيجة حمل إيه مستوى رفعه بنقدر من خلال ندرس الدورة بتاعة أو منحنة التعب والاستشفاء اللي عليه بنشكل بقى التدريب لللعب ده ونقدر نتقدم بمستوى وبالفعل على فكرة تطبق فيه ناس عندنا مؤهلة وخادرة عندنا فيها واتطبق البرامج دي على لعيبة نعم وحقق التفارات بس هي التفارات عايزة إمكانيات أخرى وراء تعرف طب مصاحبة للرياضة يعني مش بس إمكانياته وقدراته لكن تأهيله تغذيةه حتى وخدماته إيه دي خدمات الخدمات دلوقتي بقتها الأساس في إن اللعب يطلع بنزل إنه رد إيه الخدمات زي ما حادثك ذكرت تغذية مستويات إدارية بتخدم على اللعب آه طبعا طبيب متخصص طبيب متخصص معامل فيسيولوجية بتتبعه معامل قياسات بدنية بتتبعه عشان في النهاية نطلع به منتج وهذا المنتج هو هو اللعب هو المنتج بالضبط المنتج دون هو اللعب اللي بيحقق لي أرقام وبيحقق لي مديريات على مستوى العالمي أو المستوى الدولي نعم حضرتك يا دكتور آه عملت آه يعني تمت إعارتك للعمل بالمملكة العربية الصعودية و آه آه كمان آه قمت بالاستشارة العلمية والإشراف وال آه تدريس لبرامج الرئاسة العامة بجانب الإشراف العلمي لمشاريع ماجستير يعني المرحلة دي برضو أكيد طبعا المرحلة دي خدت من عمري تلاتتاشر سنة سافرت وأنا كنت أستاذ مساعد عملت إنتاج علمي والإنتاج العلمي ده كان عدد من الأبحاث ترقيت بيها الأستاذ مساعد في السلوجة الرياضة وكانت من فترات حياتي بصراحة اللي يعني الواحد فخور بيها ومعتز بيها وكنت في المدينة بتاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم فكنت في جامعة اسمها جامعة طيبة وزملت مجموعة من الزملاء يعني الواحد ما ينساومش عمره كله طبعا الأساس بني على أن أنا كنت رايح للتدريس في الدرسات العليا أن الدرسات العليا كانت موجودة وأنا كنت أستاذ بدرس في الدرسات العليا فبدأت لقيت كانت مرحلة الباكريوس في الفترة دي كانت مغلقة كبرنامج في القسم اللي أنا كنت شرفت بالعمل فيه وبدأنا نعمل برامج واستحدثنا برامج كنت أنا منصق هذه البرامج وقدرنا نعمل برنامج يشغل القسم ده تاني والكلية بتاعت التربية هناك مرة أخرى طبعا تعرف حديك الباكريوس بيدي الدرسات العليا فهي مراحل متتالية نعم عملنا برنامج وعملنا اثنين وعملنا تلاتة والحمد لله أنا كنت من محكمين لبرامج كتيرة جدا على مستوى المملكة نعم وصممنا عدد من البرامج وأشرفنا على عدد من الرسالة هناك وحققنا الحمد لله السيرة اللي للعالم المصري تفضل طول عمرها موجودة ومنورة نعم وتبقى فخر للجمهورية المصري العربية بكل أسرعها نعم طبعا خلال الفترة اللي أنا تواجدت فيها في المملكة العربية السعودية شعرفت إنها حضرت مؤتمرات كتيرة وحضرت ورش عمل ودرست في كورسات ودورات وديبلومات تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب عندهم وتابعة لي الجهات كتيرة جدا في جماعات وغيره ونقشت مجموعة من الرسائل على مستوى جامعة الملك سعود جامعة الملك عبد العزيز إلى آخره نعم من الجامعات في المملكة العربية السعودية وكنت من المشاركين في إبراز عدد من البرامج لكليات وأقسام أخرى داخل المملكة نعم طبعا عملت مجموعة من الأبحاث الحقيقة هناك وشاركت في مشاريع بحثية ضخمة مشاريع دي طبعا فيه إمكانيات مش هنقول إمكانيات هناك بي فيها فاند كويس جدا كان بيتعامل فاند للبحث بمبالغ كويسة وشاركت أن أنا عملت كورسي علمي كمان في المملكة العربية السعودية وكان لي رعاية لكن كان بيحتوي على كان لي رعاية طبعا الكراسة العلمية بيبقى لها رعاية خارجين بيدعموا بفاند عشان الأبحاث اللي بيتم إنتاجها بيتم إنتاجها تطبق بقى تطبيقية تطبيقية جميل طبعا كان معظم شغل الأبحاث كله كان معتمد على فسيولوجيا الرياضة وعلى التغذية وعلى بعض الاتجاهات البحثية الخاصة بالتخصص العلم ده بخلاف طبعا مشاريع البحثية اللي عمت على مستوى الجامعة على مستوى جامعات أخرى هل كان الجانب الخاص بزاوي الاحتياجات الخاصة موجود برضو زاوي الاحتياجات الخاصة كانت أبحاث عامة يعني لا في التوقيت ده طبعا أنا قبل ممشي من جمهورية مصر العربية وروح للمملكة العربية السعودية أنا كنت أخذ دورة أو دبلومة في تحكيم زاوي الاحتياجات الخاصة تمام ودي كانت يعني ساعدتني شوية في أن أنا أتعامل مع زاوي الاحتياجات الخاصة أنت عارفة عندهم هناك الوضع في زاوي الاحتياجات الخاصة متسع شوية تمام طبعا ليه ظروفه الإقليمية اللي هي معتمدة على زواج الأقارب وغيره من الأشياء دي فبناء عليها بدأت أخذ الجزئية دي في تدريس مقرارات الأول وبدأت أشارك فيه إنشاء مراكز لزاوي الهمم زاوي الهمم ده مصطلح بتاعنا إحنا إنما عندهم هو اسم زاوي الاحتياجات الخاصة وطبعا عملنا في أكتر من مستشفى تأهيلي لزاوي الاحتياجات الخاصة عملنا على مستوى بعض الأندية لمشاركة زاوي الاحتياجات الخاصة إلى آخره لما نشرنا الفكر الرياضي فكر الرياضي لزاوي الاحتياجات الخاصة أنت هناك كان مقفول على زاوي الهمم دول في البيوت كانوا بيتكسفوا إنهم يزرواه الوقت بقت العملية مختلفة تماما كله بيتباهى إنه عنده ابن الرياضي في هذا المجال ده في الفترة دي بخلاف طبعا فيه مشاريع بحثية كتير جدا الواحد عملها الحمد لله على مستوى المستوى العلمي وكان لها سبق في نشرها واتنشرت فيه دوريات علمية محكمة دوليا ودوريات عربية فده كان المجال بالنسبة لزاوي الاحتياجات الخاصة بقى مرجعة مصر طبعا أنا شرفت بأن أنا أرشح لي كلية التربية للطفولة المبكرة نعم كوكيل منتدف في البداية من كلية التربية الرضاية نعم فبعد ما رحت ودرست الوضع وأثبت كفاءة في هذا المكان وقدرت أن أنا أطور فيه وزايا كبيرة نعم بدأ رئيس الجامعة يقول لي لازم تبقى موجود وتنقل كلية نقلت للكلية كلية فيها برامج أربع برامج برنامج رياض الأطفال برنامج الحضانة إعداد معلم الحضانة برنامج إعداد معلم التربية الخاصة وبرنامج إعداد معلم رياض الأطفال باللغة الإنجليزية دي أربع برامج بتدرس داخل الكلية فيها تخصصية تخصص علوم الصحة وبيدرس في الدرامج كلها إنما ما جاء تكلم على التربية الخاصة التربية الخاصة دلوقتي بقى لها متسعة كبير جدا في مصر نعم سواء على المستوى العام أو نقول اللوكل في البلد لأنه بقى في حالات كتيرة جدا ظهرت في الفترة نقول من التمانينات نعم في حالات زولة إحداثة الخاصة سواء على مستوى التوحد عاقة التوحد اللي هي الزتويين نعم أو على مستوى العاقات العقلية والترباط النطق والكلام وأيضا صعوبات التعلم نعم دي كلها عاقات من ضمن العاقات اللي احنا بندرسها جوه جوه التخصص منها طبعا بنطلع بأبحاثها المية كتير جدا نعم على هذا المستوى إنما في النهاية زاوي الهمم اللي هم دلوقتي على مستوى الطفولة المبكرة آه ويعني ده طبعا أشرف أننا أسني على المغادرة الرئاسية الخاصة ببداية لأنه هو جايد من الكجهات وحتى التوظيف نعم الثقافة نشر الثقافة سحر اللي هو في النهاية بنتسميه تنمية الموطن المصري نعم فهذه التنمية بدأة من المراحل الطفولة المبكرة بما فيهم زاوي الهمم أيضا في هذا المجال نعم طيب خلينا نطلع فاصل يا دكتور ونكمل لقاءنا بعد الفاصل في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذاوي الهمم وتماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية له دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة والتعليم بالقاهرة وذلك لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذاوي الهمم وإجراء الكشف الطبي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية ونقل اللواء أركان حرب عبد الناصر يوسف محمد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور مشيرا إلى أن القوات المسلحة تفخر دوما بشبابها من ذاوي الهمم باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة مؤكدا على أن إدارة التجنيد والتعبئة تعمل دائما على التيسير والتسهيل وإنهاء جميع المواقف التجنيدية للشباب من ذاوي الهمم وأكد الأستاذ أيمن أحمد موسى مدير مدرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن القوات المسلحة لا تدخل جهدا في مساعدة أبنائها من ذاوي الهمم لافتا إلى امتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا الفئات الأولى بالرعاية وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة يرافقه مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بتكريم عدد من طلبة مدارس التربية الفكرية من ذاوي الهمم وتوزيع هدايا رمزية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية أعقب ذلك التقاط صور تذكرية وتقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإقاعية المتميزة لإدخال البهجة والسرور على الطلبة اهتمام القيادة السياسية طبعا بزو الهمم وقادرون باختلاف ده توجهات السيد الرئيس الجمهورية والقوات المسلحة ما أصريشي وأسعدتنا وأسعدت ولادنا كل الشكر والتقدير لدعم القوات المسلحة لولدنا زو الهمم على كل اللي بيعملوه معنا ومع ولادنا من زيارات لولدنا زو الهمم وبعدين هما بالنسبة لهم بيفرحوا جدا وبالنسبة لهم القوات المسلحة هي دعم في كل شيء ساعدوهم في التجنيد بدلا من ولادنا كانوا بيروحوا وبيتعابوا جدا في التجنيد دلوقتي التعباء والتجنيد بتجيلهم يغاد عندهم فدي حاجة يعني جميلة جدا جدا ان هما يحسوا بكيانهم ويحسوا ان هما ليهم موجود ويحسوا ان هما زيهم زي أي فر بتعاملهم مع ولادنا بيكون بصورة كلها رفق وكلها اهتمام بيرعوا يعني مشكلة كل طالب واعقد كل طالب فيه لجان بتروح للطالب في البيت لجنة خاصة الطالب القعيد اللي هو ما بيقدرش يتحرك ودي خدمة ممتازة ومتميزة فاصبح ما فيش أي ولي أمر عنده وطالب زوي احتياجات خاصة ممكن يقلق من ان ابنه ياخد الاعفا وتوصله لحد البيت كمان فكل الشكر كل الشكر للجيش والتجنيد القوات المسلحة بصراحة خدمات رائعة بتتقدم لولادنا تأرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدقوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن طبعا شوفنا اهتمام الدولة المصرية وقيادتها طبعا بزوي الاحتياجات الخاصة عندنا قد ايه كمان الاهتمام بيهم من مراحل الطفولة المبكرة إلى أن يصلوا لمرحلة الشباب وشوفنا كتير حالتهم تطورت وأفضل بكتير من الرعاية والاهتمام بيهم حضرتك كمان كنت من يعني المشاركين بأبحاثك في خدمة أولادنا وبناتنا زوي الاحتياجات الخاصة طبعا هنا حضرتك موجود بأبحاثك في مجال الرياضة في الجامعة فقط ولا يعني حضرتك بأبحاثك ممكن تطبقها في أندية وغيرها هو دايماً يعني البحث العلمي أساساً بيقوم على فكرة بحسية نعم بيبقى فيها عينة للتطبيق عينة التطبيق دي ممكن تكون لعبية من أندية وقد تكون مجتمعية يعني منكلم على حاجة على مستوى الصحة العامة مثلاً نعم فبنأخذ عينة من المجتمع بشكل عام ممكن حضرتك تكون عينة مثلاً من العينات دياً في أننا نشوف تأثير الرياضة على تحسن الحلل الصحية على انخفاض الوزن وتحسن الحلل الصحية كل دواً من ضمن الإطار البحسي اللي بيدخل معنا بالنسبة لي زوي الهمم زي ما قلت لحضرتك دلوقتي يعني المبادر البداية اللي عملها المبادر الرئاسية المعمولة دياً نعم أنا يعني بحي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة نعم للتنمية البشرية للمواطن المصري اللي هي جايبة بصراحة يعني أربع عناصر مهمة جداً وهي التعليم والصحة والتدريب إلى آخره من العناصر اللي بيعتمد عليها والثقافة طبعاً وغيرها من هذه العناصر نعم طبعاً داخل من ضمنهم زوي الهمم وزوي الهمم هي فئة دلوقتي هي فئة مش أنا مقدرش أقول حتى مفروضة على الدولة لأ ده بقية عنصر أساسي في الدولة يعني احنا بنعتبرهم دلوقتي هو المواطن عادي المواطن الصالح زي ما حضرتك بالكاليني في البداية بتقولي التربية الرياضة وسيلة للتربية وسيلة من وسائل التربية يعني زي ما حضرتك تذكرتي من شوية بتوع الأوتزم والمجهود البدا اللي بيعملوه ده نوع من تحسين الحالة المزاجية والأخلاقية على دنيا فده أحد العناصر اللي احنا بيستخدمها فيه تربية الناشئ أو غيرها من الأفراد فبالتالي الاهتمام بالناشئ من خلال العملية البحثية موجود وأبحثه كتير جدا دلوقتي الاتجاهات البحثية بدأت تدرس أدق الأشياء اللي بتؤثر في أن يبقى عندي راجل رياضي أو لاعب رياضي من زي الهمم ما هو زي السليم أنا السليم دلوقتي بخضعه لإيه أنا النهاردة ما باجأ شارك في الأولمبياد بشارك بجيبت كم ماداليا في البرى الليمبية بنرجع بيكمل اليام فشوفي مصر اسمها بيطلع في البرى الليمبي وفي الثاني كم ماداليا بتبقى معدودة يعني دول بردك فئة لابدوا نقول ليه لأنهم بيعبروا عن مصر وتقدم مصر أيضا في هذا المجال دي حقيقة كبيرة جدا يعني هم بتفوقهم الرياضي هم من الأزرع المهمة جدا يعني ممكن لو رجعنا بسا بالزمن الورا شوية كنا هنشوف التنمر اللي كان بيحصل على الفئة ديا وحتى رفض المجتمع ليهم في أحيانا كتير جدا دلوقتي فيه دمج الدمج دلوقتي موجود في المدرس العادية مع الأسوياء فيه دمج لمستويات تعليمية فبالتالي العنصر من زاو الهمم أنا ما بسموهش عبء دلوقتي على الدولة دلوقتي الدولة بتسعى أنها تخليها عنصر منتج أكتر من خلال هذه البرامج التي تطرحها الدولة في موادرات زي مبادر البداية اللي موجودة حاليا طيب كمان فيه دكتور نقطة هنا التربية الرقمية وتنميتها ولدى أطفال مرحلة الرياض رياض الأطفال فيه طبعا في وسط التقدم التكنولوجي اللي احنا فيه تقدم التكنولوجي ده عنوان ده عنوان مهم جدا أنا حضرك لو نظرنا له حتى بنظرة بحسية في إطار البرنامج اللي احنا بنتكلم فيه أنا النهاردة بتكلم على طفل يجد استخدام الهاتف والتكنولوجيا أكتر من طفل ده سنتين وضعي يا دكتور وبيفتح برامج سنتين برامج وألعاب بس دي خطر برضو يا دكتور برامج وألعاب فيه حاجات محدودة احنا بنستخدمها في التعليم للمرحلة جهة فيه حاجات محدودة نقدر بيديها للطفل فيه بعض الألعاب بتعلمه العدد تعلمه الحساب تعلمه الأشكال تعلمه تميز ما بين الحيوان والنبات دي كلها أشياء بس هو أحيانا يا دكتور في سن صغير يعني برضو تأثيره بيبقى سلبي يعني ممكن يؤدي لمشاكل مشاكل صحية كمان يعني مش بس مشاكل اجتماعية بأنه عنده عزلة عن الأسرة لا ده فيه مشاكل صحية بتترتب عليها أولا مشاكل النظر اللي تيجي من استخدام الموبايل كتير طبعا التعرض للأشعة الحاجة التانية الانحرافات القوامية أنا النهاردة بأخذ وضع ثابت في الوضع ده بانسابا حاطت الموبايل قدامي وقاعد بالفترات بيحصل مشاكل في عضلات الكتفين تبقى في رهو مشهدر يعني نلاقي انحناقات في العمود الفقري تضغط على الجاز التنفسي فبتقالي الكفاءة الرئتين فدي كلها حاجات للأسف الصيد إفكت بتاعها على المدى الطويل له تأثير صحي نعم فالتكنولوجيا قدمها تديني ناتج تعليمي متميز في بعض الأحيان نعم إلا أنها عنصر سلبي نعم في إذا امتدت إلى أشياء أخرى نعم طبعا التكنولوجيا الرقمية والوضع الرقمي بيمتد دلوقتي العملية التعليمية أنا عندنا مقارات تسمع مقارات التكنولوجيا تكنولوجيا التعليم نعم يعني إزاي نستخدم التكنولوجيا في التعليم النهاردة أنا عندي الهاتف ملازم لي نعم طب إزاي يستخدمه كوسيلة تعليمية النهاردة كلنا مثلا اللي عايز تعلم لغة بيجيب برامج وتطبيقات على الموبايل تعلم من خلال اللغة فبالتالي دي وسيلة جيدة إن أنا معايا معلم ملازم لي على فترات طويلة أقدر إن أنا حط للطفل الصغير ده برامج تعليمية تعلمه القراءة أو الكتابة يقدر إنه يستخدمها يقدر إلجائيها وليه الأمر يتابعه معايا فبالتالي هنا وفيه عمليات تقييم يعني ممكن للبرنامج أو التطبيق بيعلم وفي نفس الوقت بيقيم المستوى زي مستوى اللغة الإنجليزية كده مثلا نعم بياخد مستوى يدخل يجاوب على بعض الأسئلة اللي تجيله وناخد الإفكت بتاعك رقمي النهاردة مستوى تعليمه ده أجادل الحتة دي يبقى ننقل على مستوى أعلى فبالتالي أنا أنا أقدر أستخدم التكنولوجيا كفاءة عالية جدا في استخدام الهاتف المحمول في تعليم الأطفال مش وسيلة بس الطفل أو الأب أو الأم يدرب الطفل عليها لأ ما تستخدموش لأ يقدر يستخدمه بس يقدر أوجهه للاستخدام السليم إنما الاستخدام السلبي بقى انت عارف حضرية بقى العلعب بقى الخطر البابجي وما البابجي الحاجات اللي هي بتوترهم وضيع الوقت ودعم العنف جوه الأطفال حاجات دي حقيقة إحنا يعني خلاص العنف كفاية عنف يعني إحنا عايزين للأطفال دي بوقتي عايزين يحصل استقرار نفسي عنده الطفل من الصغر عشان ما يطلع في الكبر يبقى عنده حالة نفسية سوية يقدر يتعامل مع اللي حواليه نهارده شايفين المبادرة اللي معمولة ديان المبادرة بنية أساسا على إنه يطلع الطفل عنده ثقافة وعنده نوع من أنواع الأخلاق والصحة وغيرها من التعليم عشان ما يكبر في مستوى معين ويجي يتزوج ويعمل أسرة ما بقىش في الفصال لما لازم يبقى ثقافة وتبادل ثقافة الخلاف بين الزوج والزوجة يقدروا أنهم يعملوا أسرة وتفضل محافظة على كانها نهارده حالات الانفصال حديك شايفة عاملة إزاي فإحنا دلوقتي في أبحاث عندنا وعندنا قوافل بتطلع للقرى عشان الحاجات ديان حالات الانتحار اللي احنا بنشوفها دي من ضمن أهداف الكلية عندنا والأهداف البحثية فدي بالتالي أمور لازم نشارك الدولة فيها في أن احنا نرفع من ثقافة التعليم طيب حضرتك قبل ما تتولى منصب العمادة في الكلية توليت وكالة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وصولا إلى العمادة في نوفمبر عشرين تلاتة وعشرين الفترة دي أو المرحلة دي حضرتك كان فيها يعني العديد من الإنجازات العلمية عن مستوى التعليمي والإداري يعني حضرتك برضو كلمنا عنها للفترة دي يا دور والله طبعا التدرج التدرج احنا ده بنسميه إدارة يعني عميد ده إدارة قبل ما تبقى في المجل الأكاديمي أنا في الأصل أكاديمي بحثي نعم وتعليمي ده شغلي الأساسي العمادة معناها العمادة ده وظيفة إدارية نعم بدير مؤسسة عشان أنهض بالمستوى التعليمي وأنهض بالمستوى الأخلاق وأنهض بالمستوى الثقافي يعني شاملة متغيرات كتيرة جدا طبعا أنا لازلت في الفترة الحالية أنا أقيم بوكلة الدراسات العليا مع العمادة آه يعني متولي الوظيفين الوكالة والعمادة مع بعض نعم فديا طبعا فترة أنا بداية أنا مسكت أول حاجة في الكولية كانت شؤون تعليم الطلاب آه من تعليم الطلاب للدراسات العليا للعمادة فتدركت في مناصب بدأت برئاسي قسم في كلية التربية رضية قسم العلوم الصحة الرياضية وإلى أن تدركت لي أن أنا وصلت لي أعميد الكلية فالحمد لله بنقول ده شكل من أشكال التكليف اللي لازم أن تظهر فيه المسئولية نعم ويظهر فيه التطوير للمكان والطلبة ننهض بمستوى التعليم للطلبة ودي أشياء كلها بتبنى على فكر نعم والفكر ده فكر تطويري نعم واللي الدولة بتشجعه في كل مجالاته نعم نعم طيب خلينا دكتور نشوف فاصل أو نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل اشتركوا في القناة ونستكمل مع حضرتك دكتور يعني احنا شوفنا طبعا الفاصل كان صور أنشطة داخل الجامعة صحيح كده نظبوط متعددة فيها يعني دي ملتقيات مع طلبة بقى دكتور ولا من تديات بيبقى فيها ضيوف جايين يلقوا محاضرات في اتجاهات علمية مختلفة سواء كانت دينية أو ثقافية فيها دورات بعض دورات منها الدورة الكشفية الكشفة الجوية جمع عملونا كورسي داخل الكلية للطلبة عندي عشان يتعلموا يعني ايه كشفة جوية من ضمنها الزيارات الجودة من ضمنها ايضا زيارات لبعض قيمة الأذر الشريف وأسادة الأذر الشريف جمع ادو محاضرات للثقافة الدينية والأسرية لنماظمة الكلية عندي طالبات نسبة عالية جدا تسقيف في الحياة الزوجية واستقرار الحياة الزوجية فدي أمور كتيرة جدا مطلوبة في التلميال دا والحقيقة يعني كل زيارة لأئمة الأزهر وأساد زيته بلاقي فعلا الطلبة بتبقى عندها شغف شديد جدا لأسئلة ناسة في المجتمع المصري نعم فاحنا بالعكس بنكسف في جزئي ديا ونطلب ان العلماء الأظهر يجلنا ويدوا هذه الندوات بشكل دائم يعني بخلاف طبعا فيه طبعا من ضمنها فعاليات فرعية الشباب سواء كانت رياضية أو ثقافية فيه فعاليات أخرى للقياس فيه فعاليات أخرى المعرض البرامج اللي عملته الجامعة أعرف كليتك ده معرض كان كبير جدا حضرته معنا الأستاذ الدكتور رشاد المعاوية رئيس الجامعة وكان معرض ناجح جدا جدا ويمكن الصور اللي معروضوا قدام حضراتي جديا من ضمن هذه الفعاليات طبعا مشاركنا كنا جناح مميز لكلية التربية الطفولة المبكرة يعني احنا عندنا فاصلتات كتيرة أنا عندي الطالب على فكرة بيدخل عندي قسم اسمه قسم العلوم الأسية بيدي مهارات للطالب فنية شاملة الرسم والعرايس والحاجات دي كلها موسيقى بياخد رياضة بياخد مهارات حركية بياخد أدب ومسرح بياخد دي كلها عبارة عن مهارات بنسقل بيها المعلم اللي بينزل ليه رياض الأطفال لازم يبقى عنده إزاي يخرج يخرج صحيح يخرج فقرة ولو بالعرايس يعلم بيها الطفل صحيح بيسا كنا بتعلم متكلم عن التكنولوجيا دي وسيلة التانية دي وسيلة بيرتبط بيها الطفل يحب العرايس صحيح زمان كنا مرتبطين كلنا بالقراجوس في سننا اللي لو كنا بناخد منه بعض الجمل وكنا بنقولها أحيانا بتبقى الجمل سلبية وبتحالي بتبقى جمل إيجابية فبالتالي ده مجال من المجالات المهمة جدا اللي فعلا بنوصل الطالب اللي هو يكون عنده هزين مهارة بخلاف الأقسام الأخرى أيضا اللي بيتخدم على العلمات التعليمية لإعداد معلم قادر على التعامل مع مرحلة الكيجي سواء الحضانة أو الرغطة حضرتك كمان تم تكريمك من مركز دعم وتسويق الابتكارات والاختراعات من خلال فعاليات منتدى الاقتصاد الأخضر يعني منتدى الاقتصاد الأخضر وإحنا بنبحث عن طاقة نظيفة يعني مع الرياضة الرابط هنا كان عبارة عن إيه بحيث والله بص الرابط بداية الرياضة الرياضة هي طاقة نظيفة يعني دي بداية كويسة حضرتك بدأتها صح إن الرياضة هي الطاقة نظيفة الرياضة المفروض ممارستها يكون فيه مناخ نقي بعيد عن العوادم والغازات بعيد عن أشياء كتير جدا بفضل أن يمارس فيه لندس كيب مليء بالخضرة عشان تدي الأكسوجين وتمتص سينيكسيدي الكربون فدي طبعا إحنا عارفين أن التنمية المستدامة الدولة بتدعمها دعم كامل والاقتصاد الأخضر من ضمن هذه الأهداف فإحنا بنحاول إن احنا نحققه جوه الكلية طب الكلية بنحقق فيها إيه؟ الكلية من خلال أكلة الكلية لخدمة المجتمع ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بنحاول إن احنا نجد وسائل للسيطرة على المخلفات على سبيل المسائل فعندنا تصنيف للمخلفات عندي حاويات كل حاوية مختصة بصنف من أصناف ده جوه الجامعة؟ جوه الكلية جوه الكلية أبس أنا الكلية بعيد عن الكمبس بتاع الجامعة فبالتالي أنا عامل جواها فرز المخلفات الوراء بتحط في حاوية والبلاستيك بتحط في حاوية والألمونيوم بتحط في حاوية فبالتالي وبنبتدي نشوف إحنا نسوق الجامعة بتيجي تاخد الكلام ده من خلال شركة واخد هذا الجزء وبتفرز على هذه المنتجات وبتشتريها وتدخل فلوس السمار ده مخلف هيترمي مش مستفيد منه حاجة بدأنا نشتغل على جزئية الزراعة جزئية الزراعة دي زرعنا ما يقرب من حوالي 600 شجرة جوه الكلية وده خارج الكلية عشان أيضا تبقى منها منتج سمار منتجة زي البرتقال والليمون ومنها بعض الأشجار اللي هي مبتان متمتص العوادم الشديدة جدا وتطلق غاز الأكسجين لرئتين الطلاب عشان خاطر يبقى في مجال لوجود طاقة نظيفة لدى الطلاب طبعا بخلاف طبعا برضا في البصمة الكربونية والبصمة الكربونية دي برضا مجال من المجالات الجديدة في التنمية المستدامة بصمة الكربونية دي المقصود بها ما هي حجم الغازات والعوادم اللي موجودة فيه داخل المكان عشان خاطر نقدر نقول بصمة الكربون تبقى صفر ولا لسه لازالت عليها مكيفات بتطلق كربون استخدام الكهرباء كتير بيطلق كربون استخدام دورات المياه ايضا بتطلق كربونية اذا كنت تنظف شكل مستمر هو الانبعاثات الكربونية يعني كتيرة وباشكال مختلفة كفاية منتجات البلاستيك بتطلق عوادم كربونية خيالية ومستمرة ولا تزوب ولا تندسر نكملة احنا كلنا نبلة وهي لا تبلة صحيح صحيح دكتور خلينا كمان نقول يعني احنا مقبلين طبعا خلاص على العام الدراسي الجديد بإذن الله عام دراسي مميز وكله نجاح وتفوق بإذن الله ويعود اليوم الدراسي لرونقه ويعود الطالب المصري لمكانه داخل المدرسة خلينا نقول يعني الاستعداد وتأهيل وسقل يعني استعداته ازاي عشان يبقى الخريج أو الدارس حتى قبل ما يبقى خريج بياخد جرعات كده من الوعي والتأهيل لما هو قادم يعني له احنا طبعا العام الدراسي كل سنة حاضيك طيبة يوم تمانية عشرين تسعة تمانية عشرين تسعة استعداداتنا ليه بتبقى قبل بفترة جداول دراسية بتتجاهز وقاعات بنبتدي نشوف الصيانة ونشوف الإمكانيات بتاعت القاعات بنشوف الوسائل التعليمية المستخدمة داخل القاعات ونشيك عليها في الصيانة بتاعتها دي تجهزات أساسية بتتعمل بالنسبة نيجي بعد كده لبداية الدراسة بداية الدراسة بناخد حاضيك طبعا كل سنة ومصر كلها طيبة يعني بداخلين على أعياد أكتوبر أعياد أكتوبر بنعمل احتفالية لأعياد أكتوبر وبنجيب أحد القادات بتاعت حرب أكتوبر أو من القوات المسلحة المصرية بتدي ندوات عشان بتدي تصخيف للجلدة الجلدة ما حضرش حرب وما حضرش أكتوبر ولا يعرف عنا معلومة فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نجيب لهم حد يديهم ثقافة حوالين هذه الجزئية رقم اتنين بنبدأ طبعا باستقبال بتاع الطلاب الجدد عندنا طلاب جدد لسه جداد في الكلية بنخلي الطلاب القدامى اللي في الكلية يستقبلوهم وبتدع عرفوهم على الكلية وإلي بيجر في الكلية وبرامج الكلية وطبعا انت عارفة الدرج توعيتهم يعني الدكتور ده صعب والدكتور ده فدي يعني ايه دي أشياء درجان نعم إنما احنا على قد ما بنقدر بنحاول نوفر للطالب بيئة تعليمية جيدة مع وعيد محاضرات سبتة بتتغيرش طبعا الأساتزة بتلتزم بمحاضراتها نعم اليوم الدراسي بيمشي بأكمله بدون أي مشاكل فدي دي بالنسبة لنا استقرار لعملات التعليمية لغاية لما الطالب بيبدأ اليوم وبينهي اليوم الدراسي بتاعه ويروح على بيته بقيل في سلام نعم طيب دكتور قبل ما يعني نعرف الجزئية أخيرة كده خاصة برضو باستعداداتنا وتأهيل الطالب اللي بيدرس خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نتكلم عن الجزئية دي تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رجعنا لحضرتك دكتور مرة تانية احنا عايزين خريج مؤهل مهيئ لمتطلبات سوق العمل هل ده بتحققوه يعني عند حضرتك في الكلية؟ هو طبعا البرامج الأكاديمية اللي موجودة أي برنامج أكاديمي بيخدم خريج سوق العمل تمام عملية التأهيل بتتم على الأربع سنوات لغاية ما بتخرج ويخرج لسوق العمل طبعا احنا ببقى لنا تواصل مع سوق العمل سوق العمل بيدينا مقدود آخر النهاردة انا بقول لي لا الخريج بتاعك نقصه عندي كذا فأنا ابتدي أراعيها في البرامج بتاعتي وابتدي أطور وحدث برامجي على أساس ان سوق العمل متطالب هذه الجزئية ومفقودة عندي في برنامج والبرامج يعني مثلا انا مثلا بعد خريج لي الحضنات باللغة الإنجليزية التوكينج بتاعه والسبيكنج فبعض الأحيان بيبقى عنده الأكسوم بتاعتها بتاعتها مش حلوة فبجيب له اللي يدرلم بشكل مباشر فبالتالي أنا بتغلب على جزئية في سوق العمل بينقصني يعني مثلا معظم الطلب اللي بدرسوا عندي من مدارس حكومية فبالتالي الجزئية دي من زي المدارس الخاصة والإنترنشنال عندهم التدريب المستمر على النطق موجود فأنا بحاول ان انا وفر لهم بقى الجزئية دي من خلال عملية التدريب وانا انا جيب لهم الناس متخصصين في زي الجزئيات يبتدوا يدربوهم على زي الجزئيات نفس الكلام في التربية الخاصة أنا النهاردة في التربية الخاصة أنا بجيب المتخصصين في الأعقاد عشان يقدروا يفهموا الطالب المعلم ازاي يتعامل مع كل حالة الناس على مستوى وتأهيل عالي جدا بيقدروا ان هما يوصلوا للطالب كيف تتعامل مع كل أعاقة منفردة فانا انا عندي برامج لكل أعاقة عندي برنامج لصعوبات التعلم وبرنامج للعاقة العقلية برنامج للذاتوية برنامج للسماء برنامج للبصري برنامج للمتفوقين زي الجزئيات خاصة المتفوق ده ليه اه فيهم متفوقين عايز اعداد خاص انا عايز ازاوي تفوقه بشوائعه فبالتالي هنا انا عندي مجموعة البرامج دي بيخدم عليها متخصصين عشان يبقى مرضودها في سوق العمل النهاردة انا بيتطلب مني في الكلية ناس تترجم لغة اشارة فوري فبالتالي عندي متمكنين ليه لانهم مدربوا وبدأوا يخدموا سوق العمل بهذه الطريقة رقم اتنين منحاول نوفرهم ديبلوماد متخصصة في هذه الجزئيات من خلال مركز الخدمة في الكلية هذه الديبلوماد فعلا بتأهلهم بسوق العمل وبياخدوا بيها مجال للعمل في الخارج حيوة جدا ديبلوماد ديبلوماد العربية ديبلوماد تختفهم خطف فبالتالي هذه البرامج فعلا عندنا اسمها برامج مميزة وهذه البرامج المميزة فعلا مميزة فدي جزئية وخدمة سوق العمل دي جزئية تانية فبالتالي تطول البرامج مستمر ما فيش برنامج بيفضل تثابت تلوامر مش زي زمان كنا بنوع بالبرنامج لغاية لما مواكب كل خمس سنين لازم نرجع اطور وانظر للمناهج عندي بنظرة جديدة زي ما حصل دلوقتي السنواء العام هو ان النهاردة هو التعليم بالكم ولا بالكيف بالكيف احنا دلوقتي ده النظرة المستقبلية للتعليم كام بالكيف انا الكيف عندي رقم واحد فانه النهاردة كام المعلومات اللي احيانا بيكون متخصصة في مجالات ما ديش علاقة بيها الطالب بيخرج بيها بيستفدش منها اه ما تفيدش انا بسأل سؤال للطالب عندي لا تفيد يعني الطالب عندي بسأله سؤال وهو مثلا في سنة تانية او في سنة تالتة اقوله انت درسته في السنواء العام استفدت منه اه يعني بنسبة مثلا تسعة وتسعين 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 يقولك صعب يفتكر خالص اقولهم طب يعني يعني دي مرحلة من التعليم نعم خلاص بقى البالي انا فاكر مقراتي في السنواء لان هي كانت شحن اه الى ان يحين المجموع بالامتحان ويجي المجموع المطلوب انا النهاردة فاكر مقرات من اللي درستها في السنواء لغاية هذه اللحظة تعلم الرياضة وفاكر الرياضة البحثة اللي انا كنت باخدها حساب المثلثات اللي انا كنت باخده ففي امور يعني برضك خلينا واقعين ده انا مارسته نعم واحتاجته في بعض الاحيان في الكلية انا كنت بادرس مقرات في علم الحركة كانت ده تحتاج حساب المثلثات واللغة رتمية والكلام ده فاكرتم متمكن منها طب النهاردة انا الجغرافية كنت بادرسها انا في التربية ده ما نشمحك بها حاجة فبالتالي لازم فعلا الدراسة من الوزير الفواضي اللي جي لحكومة الجديدة اه بصراحة يعني بدأ يعمل خطوة اه خطوة فعلا جيدة ان انا ابتدي المقرات اللي هي ما نحملش المجموع بها خليها مقرات ديسها الطالب باص وخلاص انما مقرات الاسسية هو اللي تحسب عليها حساب الملكين نعم اقدر حسبه اقدر اديله درجة هم بيتحسبوا عليها والله حساب الملكين ولله ايه بس احنا وصلنا لمرحلة استاذة صمر الدروس الخصية قضت على التعليم نعم صراحة فانا النهاردة ما بدور على كيفية هاديكي شوفت حضرتك اللي خارجي طلعلك عشاشات يقولك احنا هنموت مجوع ليه لانه دا الكتير فالكتير دا على حساب مين هو هو المسألة طبعا يعني بتبقى جزء منها كمان الاسرة محتاجة يخف عنها العبء دا يعني يعني وانا بتكلم عن اني عاوز تنمية مستدامة لمستقبل بلدنا التعليم التعليم مهم مهم انه ينشط ودور المدرسة يتفاعل نعم التعليم مستدامة في مجال التعليم دا نعم يعني الى ما شاء الله صحيح انا بمحتاجة على طول الاسرة وكهل الاسرة في ظل الاختصاد نعم والتطور الاختصادي السريع جدا اللي عمالي يحصل نعم لابد ان انا اراعي الكلام دا صحيح صحيح دكتور سعيد انا يعني سعيدت بوجود حضرتك معنا حقيقي وحضرتك يعني تميزك كاستاذ وكمعلم وكباحث يعني احنا سعداء بوجود حضرتك معنا انا سعد الله والكره كله بصراحة يعني حسن الاستقبال كافي بالنسبة لي بنشكر وجود حضرتك مرة تانية شكرا ومشاهدينا بكده وصلنا لانهاية لقاءنا وعلى وعد برقاء متجدد وعالم جديد وعلماء من بلدي استمر الرحلة رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الامل في مستقبل افضل لكل ابناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد يالله حاجة بتخلك تدفت فيها سنة سنة بقيلة العظرية في مصر ونقع لغضلية في مصر مولد السيدة والذكر والهصار ترجمة نانسي قنقر